موسيقى نشاطنا مفصلة للأخبار والبداية مع العنوي المدن الإسرائيلية تقع تحت شعاع صواريخ المقاومة في قطاع غزة بدون استثناء النخالة للميادين قوى المقاومة ليست ديكورا في المشهد الفلسطيني وبالتقبل المقاومة بخير بوجود الدعم الإيراني موسيقى سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد في محيط إحدى الدوائر الرسمية موسيقى الإدارة الأمريكية تؤكد أن الضابط السعودي الذي هاجم قاعدة أمريكية للعام الماضي كان ينسق مع القاعدة موسيقى ترامب يهدد بقطع تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة والبرازيل تسجل 13 ألف إصابة كورونا في يوم واحد موسيقى موسيقى أهلا بكم اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال أن المقاومة الفلسطينية ليست ديكورا في المشهد الفلسطيني وأن التنسيق بين فصائل المقاومة داخل فلسطين يحتاج إلى جهد أكبر الجهاد الإسلامي ليست ديكورا في المشهد الفلسطيني وكذلك حماس وقوى المقاومة ليست ديكورا عند أي طرف هذه قوى فاعلة قوى مقاومة يجب أن يكون لها موقف في المشروع الوطن الفلسطيني هناك في برنامج سياسي مختلف كيف يمكن أن تجمع المتناقضات طرف يحمل مشروع المقاومة طرف عنده برنامج سياسي بالتعايش مع إسرائيل كيف يمكن أن نجمعهم هذا صعب كان هناك دائما الحاح أن تجتمع قيادة فلسطينية وتصيغ مشروع وطني فلسطيني هذا للأسف لم نتوصل إليه وبالتالي العجلة متوقفة الجميع مطلوب منه أن يبذل جهد كبير أكبر وحتى بمساعدة قوى المقاومة في اللقين من أجل صياغة مشروع وطني ينقلنا من حالة السكون إلى حالة الفعل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي قال أن مستقبل المقاومة في المنطقة بخير بوجود دعم إيراني لخيار المقاومة وأكد أن حزب الله يقدم كل التسهيلات للمقاومة الفلسطينية من دون حدود طبعا علاقة المقاومة الفلسطينية مع حزب الله هي مفتوحة بدون حدود مع الجهاد الإسلامي مع حماس مع كافة الفصائل الفلسطينية على مستوى الخبرات على مستوى التعاون على مستوى الترابط الكبير والمهم أنا أعتقد حزب الله منفتح ويقدم كل التسهيلات الممكنة والمطلوبة للمقاومة الفلسطينية بدون حدود النخال أكد أن الموقف الإيراني تجاه المقاومة الفلسطينية لم يتبدل بعد استشهاد الفريق سليماني بل ازداد صلابة أنا في تقديري وفهمي لم يتغير موقف الجمهورية الإسلامية بارتقاء الحاج قاسم شهيدا بالعكس موقف الجمهورية الإسلامية ازداد صلابة وازداد إصرار على دعم حركات المقاومة في المنطقة وأيضا الموقف الجمهورية الإسلامية ازداد صلابة في مواجهة الأمريكان في العراق وفي كل مكان في العالم لذلك أنا لست قلق من أنه بفقداننا الشهيد قاسم سليماني أن يكون هناك متغيرات لكن من باب التقدير ومن باب الواجب ومن باب الاحترام يجب أن يذكر للرجل دوره وإلى أي مدى كان ذاهبا مع المقاومة الفلسطينية في تفاصيل التفاصيل والمتابعة والصحر والقلب نخل أكد أن كل المدن الإسرائيلية تقع ضمن مدى صواريخ المقاومة وشدد على أن يوم القدس العالمي له أهمية في توحيد موقف الأمة الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية كل المدن الإسرائيلية تقع تحت شعاع صواريخ المقاومة في قطاع غزة بدون استثناء لكن لما نكون في حالة حرب الناس سترى هذا الفعل أنا أقول في هذه المناسبة كمان يعني نحن اليوم في شهر رمضان وفي رحاب يوم القدس كمان هذا يجب أن نعرج عليه ومدى أهميته للأمة الإسلامية والعربية وانا أقول أن مبادرة الإمام الخميني بيوم القدس هي تحديد رسالة للأمة الإسلامية بأن يوم القدس هذا رد منه الإمام أن يقول أن القضية الفلسطينية ليست مسألة فلسطينية وليست مسألة عربية إنما هي مسألة إسلامية وعلى كل الأمة الإسلامية أن تتوحد من أجل تحرير القدس وتحرير فلسطين إذن تمضي المقاومة الفلسطينية في مسارها النضلي رغم الكثير من الضغوط والعقبات التي لم تستطع أن تحيد بوصلتها عن القدس تقرير أحمد غانم من الحجر إلى البندقية فصار طورت المقاومة الفلسطينية أدواتها وسلاحها في صراعها مع المحتل ورغم الحصار ومحاولات تجفيف منابع الدعم والتمويل ووصلت عملية الإعداد بأقل الإمكانات وسارت منذ نشأتها في خط نضالي واضح أساسه استراتيجية مبنية على عقيدة الأملية وعسكرية لا تؤمن إلا بالحل العسكري خيارا لمجابهة المحتل هناك قناعة راسخة لدى جماهير شعبنا وقوات سياسية بأهمية المقاومة بأشكالان متعددة لهذا تتجاوز كل حالة الحصار وحالة الخنق بالإبداع الأدوات التي لا استخدمها الآن نعم الآن بتتطور إلى درجة أننا يمكن أن نحقق بها في لحظة ما المعركة وعد الأخرة ضغوط كبيرة مارستها إسرائيل والإدارة الأمريكية ولا تزال على المقاومة من ضمنها وضعها في قوائم الإرهاب واغتيال قادتها واعتقال آخرين سياسات لم تزد المقاومة إلا إصرارا على مواصلة دربها ولم تحد بوصلتها عن القدس جوهر الصراع مع المحتل بالنسبة إليها المعركة مفتوحة مع إسرائيل والطريق إلى حسمها فقط بالمقاومة وليس بالتسوية أو استجداد حلول الهزيلة على حساب كرمة الأمة لا يمكن التسليم الكائن الصهوني ليس فقط بالقدس وإنما بأي شبر من فلسطين هذه القاعدة التي نصوغ استراتيجيتنا على أساسها ورغم محاولات إسرائيل تدمير قدرات المقاومة واستنزاف حاضنتها الشعبية عبر حروب متتالية راح ضحيتها آلاف الشهداء سجلت المقاومة انتصارات تؤكد صوابية خياراتها ونهجها متسلحة بانتمائها إلى محور كامل مثل داعما أساسيا لها في وقت تخلت فيه عنها بل وحاصرتها أنظمة عربية نحو القدس كانت بوصلة المقاومة ولا تزال فيما تخوض صراعا كبيرا يستهدف وجودها ليمثل ثباتها في مسارها النضالي تحديا قد يدفعها إلى مواجهة المزيد من الضغوط التي لن تفلح كما تقول في حرفها عن تحقيق أهدافها أحمد غانم غزة الميادين بعد عشرين عاما لا تزال مشاهد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان تحت جنح الظلام تطرح الكثير من التساؤلات بشأن آثارها في ذاكرة الإسرائيليين في ظل حديث المراقبين عن تداعياتها وتأثيرها على صورة إسرائيل في المنطقة تقرير منال إسماعيل قبل عشرين عشرين عاما كانت صورة آخر جندي إسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان من المشاهد التي طبعت في ذاكرة الإسرائيليين حتى اليوم والتي ستبقى ترافقهم لسنوات مقبلة مع ما تحمله معها من دلالات معنوية واستراتيجية على إسرائيل الجيش الإسرائيلي خرج بسلام من لبنان لكن خروجه ترك صورا في اعتقادي أن تأثيرها لا يزال يرافقنا في الشرق الأوسط حتى اليوم أعتقد أن الشكل الذي حصل فيه الانسحاب تسبب بضرر استراتيجي لإسرائيل ولا يمكن تجهل ذلك حزب الله تحول بعد الانسحاب من عشب قصير إلى غابة وأصبح يهدد كل تل أبيب بعد عشرين عاما على الخروج من لبنان وضع إسرائيل الاستراتيجي أسوأ بكثير إزاء حزب الله مما كان عليه أثناء وجود الجيش في لبنان نقطة انتهى الأخطر في مشاهد الانسحاب بالنحو الذي تمت فيه هي أنها جعلت من حزب الله في رأي مراقبين نموذجا يحتذى من قبل حركات المقاومة ولسيما في فلسطين المحتلة الهروب من منطقة الحزام الأمني كان راحة تكتيكية وكارثة استراتيجية بهذا المعنى كل الجهات بما فيها غزة والضفة اكتسبت أيديولوجيا حزب الله وفي الواقع هزمت الجيش والمجتمع الإسرائيليين في كل الجبهات خطاب بيت العنكبوت لنصر الله أوضح لكل المنظمات الإرهابية حولنا أنه بضغط الإصابات فإن المجتمع الإسرائيلي ليصمد ويمكن تركيعه ودفعه إلى الموافقة على تسويات مؤلمة وغير مسؤولة اليوم وبعد عشرين عاما على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يقول مراقبون صحيح أن الجيش الإسرائيلي سحب جنوده من لبنان سالمين في تلك الليلة من دون أي جرح لكنه خرج بمشاهد تركت ندبة كبيرة في صورة الردع الإسرائيلي عين إسرائيل على ثروة لبنان المائية منذ عشرينيات القرن الماضي هذا التقرير مع علي مرتضة أهلا بكم في الخطاب الذي أرسلته الحركة الصهيونية لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد عام 1919 تمت الإشارة صراحة إلى حاجة إسرائيل لسد جزء من احتياجات المناطق الشمالية للدولة المزمع إنشاؤها اعتمادا على المياه اللبنانية عام 1965 قالت جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية أنذاك إن المياه بالنسبة لإسرائيل هي بمثابة الدم في العروق وذلك بعد تدمير الجيش الإسرائيلي مشروع تحويل مجرى النهر الحاصباني والوزاني عن بحيرة طبرية المحتلة عند اجتياحية لبنان عام 1978 سيطرت إسرائيل على نهر الحاصباني وعلى الوزاني الذي يغذي نهر الأردن ووضعت مضخات ومواسير لإيصال المياه إلى مستوطناتها الشمالية أما نهر الليطاني فقد عرقلت إسرائيل جميع مشروعات الاستفادة منه إما بمنع التمويل أو منع التنفيذ بالقوات المسلحة حينما اشتاعت إسرائيل لبنان عام 1982 كان أول عمل قامت به عندما وصلت قوتها إلى بحيرة القرعون والاستلاء على جميع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية عن السد والنهر تحضيرا لمشروع تحويل مجرى نهر الليطاني وسرقة مياهه أيضا عام 2002 هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون بالحرب على لبنان بسبب تنفيذ مشروع جر مياه نهر الوزاني إلى القرى والبلدات المحررة في جنوب لبنان والوزاني هو أحد روافد نهر الحاصباني الذي يوفر ما بين 20 إلى 25% من مياه بحيرة طبرية طبعا لبنان نفذ المشروع بعد تثبيت معادلة الرد أي عدوان على منشآت نبع الوزاني سيرد عليها بشكل قطعي ومحتوم ويعرف الأخوة كيف سيتحوكون هم لن يكونوا بحاجة إلى أكثر من اتصال تليفوني لثانيتين فقط بعد التحرير عام 2000 فرضت المقاومة معادلات ردع عديدة منها تثبيت قدرة لبنان على الاستفادة من ثرواته من دون أي تدخل عسكري من العدو لأن قرار المقاومة كان حينها ولا يزال أن أي اعتداء سيرد عليه قطعا ترجمة نانسي قنقر فاصل قصير نعود بعده لمتابعة النشر من جديد أهلنا بكم أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن إيران سترد على أي اعتداء عليها على نحو سريع وقاطع وحاسم دفاعا عن مصالحها وأمنها القومي وقال حاتمي أن إيران استطاعت بقصفها الصاروخي لقاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق هدم سلطة الأمريكية المزعومة في المنطقة والعالم ولفت إلى أن قدرات بلاده البرية والبحرية والجوية تضاعفت خلال العامين الماضيين أعلن وزير العدل الأمريكي وينبارن المتدارب السعودي محمد الشمراني الذي نفذ الهجوم في قاعدة بحرية أمريكية للعام الماضي كانت تربطه علاقات قوية بتنظيم القاعدة قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة قبل أربعة أشهر أعلنت أن إطلاق النار هذا عمل إرهابي كما طلبت علنا من شركة أبل مساعدتنا على الوصول إلى المحتويات المقفلة لأجهزة آيفون التي تنتمي إلى الإرهابيين الذين قتلوا في وقت هجوم محمد سعيد الشمراني كان من الواضح في ذلك الوقت أنه من المرجح أن تحتوي الهواتف على معلومات مهمة جدا في الواقع حاول الشمراني تدمير كلا الهاتفين حتى أنهما انفصلا عن القتال لمدة طويلة بما يكفي لإطلاق رصاصة على أحد الهواتف أكدت مصادر الميادين أن صاروخين سقطوا داخل المنطقة الخضراء وصل عاصمة العراقية بغداد في محيط إحدى الدوائر الرسمية مراسل الميادين فاد بسقوط صاروخ كاتيوش على أحد المنازل غير المأهولة داخل المنطقة الخضراء وأشار إلى أن الصاروخ أطلق من حي الإدريس في شارع فلسطين اعتبر منذوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة هو عدوان واحتلال من الموسف حقا أنني لم أسمع أي تعليق من المبعوث الدولي أو من عضاء مجلس الأمن يدين قطع الاحتلال التركي المياه عن مدينة الحسكة ولم أسمع منهم شيئا عن لجوء مجموعة حراس الدين الإرهابية إلى تدمير محطة الكهرباء في زيزون في ريف إدلب ولا عن صريقة الاحتلال التركي للنفط والغاز السوريين كما أن المقاتلات الأمريكية ألقت بالونات حارقة على حقول مدينة الشداد مدرمة النار بمئتي هكتار من المزرعات وشدد منذوب إيران في الأمم المتحدة على ضرورة جلاء كل قوى الاحتلال من سوريا مؤكدا في كلمة أمام مجلس الأمن حق دمشق بتحرير أراضيها نرفض أي أجندة انفصالية وأي محاولة لخلق وقائع جديدة على الأرض ومن ضمنها مبادرات حكم ذاتي غير شرعية وعلى القوى غير المدومة من الحكومة السورية مغادرة أراضيها كما أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولمثاق الأمم المتحدة ومن حق دمشق أن تدافع عن نفسها وتحرر الجولانا بالطريقة والوقت المناسبين منذوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبانسيا قال إن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة سوريا هي الأكثر استقرارا بمساعدة من روسيا وإيران وتركيا وذلك ردا على تحميل واشنطن دمشق مسؤولية عدم تقدم على طريق التسوية في إدلب تجري المحافظة على السلام برغم الهجمات التي يواصل الإرهابيون شنها على الجيش السوري والدوريات الروسية التركية المشتركة مستمرة برغم عرقلة الإرهابيين عملها وهذا يؤكد الحاجة إلى فصل المجموعات الإرهابية عن البقية والهجمات الإرهابية تشن في غير مكان ولسيما في شمال شرق سوريا والسجون تتعرض لغرات فيخرج منها المقاتلون الأجانب وينتقلون إلى دول مجاورة وإلى دول خارج المنطقة بودنا السماع عن ما يجري هناك وما يجري في مخيمي الهول والركبان قال فايز سراج رئيس حكومة الوفاق الليبية إن السيطرة على قاعدة الوطية الجوية هي بداية على ما وصفه بيوم النصر الكبير واعتبر أن ذلك لا يمثل نهاية المهركة بل هو اقتراب من يوم تحرير كل المدن والمناطق والقضاء نهائيا على مشروع الهيمنة والاستبداد على حد تعبيره طلب الألاف من التونسيين في عريضة إلكترونية بالكشف عن ثروة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هذا فيما تتزايد الاتهامات للغنوشي بعلاقته مع بعض المحاور الإقليمية وهي اتهامات صدرت من داخل حزبه أيضا سميح البغانمي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ومنذ توليه رئاسة البرلمان تصدر اسمه الصفحات والمواقع معظمها بدأ أنه يستهدف شخصه طالة عبر انتقاد أدائه في البرلمان وسوء إدارته لسير أعمال المجلس فضلا عن اتهامه بتفويض توقيعه إلى حد اتهمه فيه النائب منجر رحوي بالدخول في منطق التوريث وطورا بإثارة تمويله وهو ما تمثل في الدعوات المستجدة إلى التقصي عن ثروته ومصدرها وهو ما ورد في عريثة إلكترونية وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات تتزامن مع انتقادات تطاول الغنوشي بشأن علاقاته مع تركيا وقطر إلى حد اتهم الحزب الدستوري الحر له بالعمالة لهما على حساب المصلحة الوطنية وهو ما يطرح تساؤلات عن خلفية هذه الهجمة على الغنوشي وحزب النهضة هل هي لأسباب سياسية داخلية محظى أم أن هناك أسباب خارجية في ظل الحديث عن دور لدول بما فيها دول خالجية باتت تتخذ من الخلفات السياسية التونسية الداخلية منصة لمناكفاتها استهداف الغنوش والاتهامات له لا يرتبطان فقط بإدارته للبرلمان أو بالتشكيك في مصدر ثرواته بل وصل إلى داخل حزبه النهضة أيضا مع الاتهامات له بالهيمنة على قرار الحركة ودوره في تأجيل المؤتمر الانتخابي للحزب وهو ما حدى بعدد من القادة إلى تقديم استقالاتهم استقالات تقول قيادة حركة النهضة إنها طبيعية في ذل تطور عمله السياسي وتبوئه قيادة مؤسسات مهمة في البلاد سميح البغانمي تونس الميادين خلافا للتوصيات الطبية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتناول دواء الهايدروكسي كلوروكين في استبيل الوقاية وقال أنه لن يخسر شيئا في ذلك وأكالة الأدوية الأمريكية كانت حذرت من استخدام هذا الدواء خارج إطار المستشفى أو التجارب العيادية ترامب هدد بتعليق التمويل لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة إذا لم تجري تحسينات جوهرية خلال ثلاثين يوما وفق تعبيره هذا وتواصل المنظمة افتراضيا دورتها السنوية الثالثة والسبعين مصاصي للمرة الأولى منذ تأسيسها تعقد منظمة الصحة العالمية دورتها السنوية افتراضيا عن بعد جدد معظم زعناء الدول تأكيدهم أهمية هذه المنظمة التي تعرضت خلال الأسابيع الماضية لأوسع هجوم شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته زعناء العالم قدموا دعما مباشرا إلى مدير عامل منظمة تيدروس أدناهم جابرييسوس من خلال توكيله شخصيا إجراء تقييم مستقل وواسع لإدارة المنظمة لأزمة كورونا سأبدأ قريبا تقييما شاملا لاستعراض العبر المستفادة وتقديم توصيات لتحسين التأهب والاستجابة الوطنية والعالمية لكورونا وبالتالي على جميع الجهات الفاعلة الاستجابة بحسنينية الرئيس الفرنسي أعلن عن رفع مساهمة بلاده في ميزانية منظمة الصحة والمستشارة الألمانية دعت إلى تأمين تمويل مستدام للمنظمة علينا نفعل المزيد لتحسين الإنذار المبكر وتعزيز تدابير الوقاية منظمة الصحة العالمية مؤسسة شرعية وعلينا أن نواصل البحث عن كيفية تحسين أدائها وذلك عبر ضمان نظام تمويل مستدام الصين التي وعدت بملياري دولار لتعزيز مواجهة الوباء دافعت عن إدارتها للأزمة عملنا بشفافية ومسؤولية لمواجهة أخطر حالة طوارئ صحية عمومية عالمية ندعو إلى مراجعة مستقلة للاستجابة العالمية لوباء كورونا تحت إشراف منظمة الصحة العالمية ولكن بمجرد السيطرة عليه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش انتقد تجاهل بعض الدول توصيات منظمة الصحة العالمية مشيرا إلى حاجة المنظمة إلى موارد معززة لتقديم الدعم إلى البلدان النامية تكليف تدروس أدنهم المدير العامي لمنظمة الصحة العالمية بإجراء تقييم لإدارة أزمة كورونا يعكس دعما من قبل المجتمع الدولي للمنظمة الدولية التي تتعرض ومديرها العام لأوسع حملة تشكيك في مصداقيتها من قبل الإدارة الأمريكية موسى عاصي جونيف الميادين أصبحت لبرازيل رابع دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا وقد زادت الحصيلة عن 255 ألف حالة ووفق البيانات الرسمية فقد سجلت البلاد أمس أكثر من 13 ألف إصابة جديدة لكن خبراء يعتبرون أن هذه الأرقام أقل بكثير من الحقيقة وبسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوصات المخبركة ويتوقعون أن يكون العدد الفعلي أكثر بـ 15 مرة بل بأكثر بـ 15 مرة من الرقام الرسمي إلى العنوين المدر الإسرائيلية تقع تحت شعاع صواريخ المقاومة في قطاع غزة بدون استثناء النخالة للميادين هو المقاومة ليست ديكورا في المشهد الفلسطيني ومستقبل المقاومة بخير بوجود الدعم الإيراني سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء والصبغداد في محيط أحدى الدوائر الرسمية الإدارة الأمريكية تؤكد أن الضابط السعودي الذي هاجم قاعدة أمريكية للعام الماضي كان ينسق مع القاعدة ترامب يهدد بقطع تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة والبرازيل تسجل 13 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد للمزيد من الأخبار والتقارير تفضل بزيارة صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت وبالغة الأسبانية اسبنول دوت الميادين دوت نت شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة